بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أبضل الصلاة والسلام السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات معكم المعلم زهير نتمنى من الله تكونوا بألف خير نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامير الصحة تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نشكركم على تعليقاتكم وعلى دعواتكم وكلامكم الطيبة ربي جزيكم كل خير وربي وفقكم جميع أعمالكم نتمنى من أعضاء الجدد التي تحقبنا في القناة نتمنى لهم التوفيق والنجاح فضلا وليس أمرا لكي شاهد معنا الفيديو نرجو دعم الفيديو بالمشاهدة وبلايك وبالبرتاج باش يوصل العدد أكبر من الناس كما تشاهدوا في الصورة أمامكم موضوعنا هذا يكون مضيج اللابت الرندا حصيرة الرندا بزواق البرشمان على طول الهبطة نمر الخدمة دينا على بركة الله نحتاج الخدمة دينا كما تشاهدوا أمامكم الحرير ديال القصبة يكون لون ديال التوب وكنناخدوا لون مغاير متناسق مع لون ديال التوب لنخدموا به كيف يبقى الاختيار ديالكم ممكن تناسقوا جوجة الألوان يعني مع بضياتهم نحتاجوا الحرير ديالنا مبروم على جوجة ديال الشعرات البريم خفيف كما كتشوفوا بالنسبة للفيديو ديال طريقة البريم للمعلم النزويرا متوفر في القناة اللي بغا تشاهدوا من الأخوات وتستافد كنحتاجوا كذلك الإبر النمر السبعة اللي كنخدموا به معادات النراندا على جوج ديال الشعرات كما كتشاهدوا هدية الهبطة ديال البياسا ديالنا يعني من الفوق التالي تحت من بعد ما كنخليوا هنا لعبار ديال الفتحاء ديال العنق كنبنيو الغراز أنا بنيت هنا ربعة ديال الغراز ونزلت معهم في الخدمة ودرت الضقة ديال التوب دابا غدينا بداول الخدمة ديالنا بسم الله لبركاتي الله أول حاجة غدينا نخدمه يعني واحد المسافة ديال الحصيرة سامبل يعني في البداية ديال الهبطة كما كتشوفو كنخدم الغراز كاملة وكنزيرهم بالجيل الخدمة ديالي متقوقة يعني من البداية كذلك هنا الدقات ديال التوب كنخدمهم نفس العبار ونفس القياس يعني حجم صغير تبعه قد نخدم الغراز ديالي بربعة كاملة هنا أحاولنا نهزو هذا الخيط من هذا الحوين ما نخدم الشيشو عيط يعني منه بدشي الخدمة نقية والحوينات ديال الرندة ديالنا يبقى أن القينات لكي لا يأتي مشاعرات في الخدمة لأن الخدمة التي تأتي فيها الرندا مشاعرات تأتي فيها ولا تكون جودة ولا تكون لديها قيمة على الرندا المتقونة ثم بعد أن نخدم أربعة من الغرز كذلك نضع الجانب قبل أن نضع في الغرز كما شرحت لكم سابقا سوف نضع أربعة من الغرز مع الخدمة بالإبر أو بالفناتي لماذا يجب أن نضع الغرز أو أن نضع الغرز وكذلك لا يجب أن نضع الخدمة في الآخر سوف تعمل هذه الحصيرة في البداية العبار من الغرز أو ثلاثة سنتيم على حسب الإختيار لكي نضع لكي نضع جرم الزواق لكي نشتف صورة الموديل من الزواق من الزواق كما سوف نقوم سوف نقوم أنا أريد أن أعمل العبار من 10 سنتيم و سأعود معكم كما ترون أن أعود معكم بعد أن أعمل هذه المسافة في الحسيرة كما ترون أن أعمل 3 سنتيم كبداية الهبطة سأمر المرحلة الموالية وهي الزواق بعد أن أعمل الدقة سننقذ العوين الأولى و نأخذ العوين الثانية في هذا الشكل لا نقوم بها واسعة و لا نضيقها يعني أكثر من القياس مباشرة ننقذ العوين الثالثة و نأخذ العوين الرابعة و غرزة و نأخذ العوين الرابعة imagine و نقوم بعمل الدقة بعمل الدقة سنعمل هنا في العوين الثانية جوجه وراز بهذا الشكل سنقوم بإطلاق الثقاء سنعمل هنا في العوين الثانية ونأخذها بغرزة معلق الثقاء سنقوم بها في العوين الثانية نتقوم بذ vegetables قلبي للعوين الثانية كما ترون سوف نقوم بإخير الثقة سوف نقوم بإضافة قوة الألوان سوف يجب التقديق سوف نقوم بإضافة الألوان سوف نقوم بإضافة سوف نقوم بإضافة في نفس المكان سوف نزيد الغرزة الثانية مباشرة نجيل هذه العوينة الوسط سوف نعمل فيها الغرزة كذلك سوف نزيد الغرزة الثانية في نفس العوينة هنا سوف نزيد الغرزة الثانية كما ترى مباشرة نجيل هذه العوينة الأولى والخيط الدائري الفوق سوف نزيد الغرزة الثانية كذلك نزيد الغرزة الثانية كما ترى سوف نضيف الغرزة الثانية مباشرة ننقذ هذه العوينة التي ترى في الوسط كما ترى ونضيف الغرزة كما ترى في البداية كذلك ننقذ هنا الغرزة الثانية ونضيف الغرزة ونضيف الغرزة ونضيف الغرزة من المسافة من هذا الغرزة ونضيف الغرزة من المسافة ونضيف الغرزة ونضيف الغرزة اللي غل نحتاج ونرجع معكم أنا رجعت معكم متسبيين كما كتشاهدوا ربحا للوقت من بعد ما خدمت يعني الزواقة ديالي المطروزة وكذلك سديتها بالحسيرة يعني في الآخر نفس الشيء اللي درنا في البداية ديال الخدمة المهم في الأمر هو أنكم تحافظوا لنفس المسافة اللي درته ديال الحسيرة يعني سواء خدمتوا هذا الطول أو طول أكبر من هذا يعني بين الزواقات ديالنا وكذلك بنسبة الزواقات يعني اللي متروزين نفس المسافة تخدموا في الزواقات المواليين يعني على طول الهبطة دبا غدي نمروا الخطوة الموالية غدي ناخدوا الفطلة ديال الحرير كما كتشوفوا في اللون ديال البياسة ديالنا وغدي نجيو اللي هنا البداية ديال ديال تريزا وغدي ندخل يعني الإبرة من هاد النقطة اللي كتشوفوا عندي هنا هاد نخرجها بشكل مستقيم يعني في الجهة المقابلة وغدي نتبت الفطلة ديالي بهذا الشكل يعني من العوينة ديالها كذلك نفس الشيء هادي نرجع لنفس النقطة يعني باش نضبلو هاد الخيط كما قلت لكم ونحاولو ما نجبدوش يعني باش ما يصرفناش العرض ديال الخدمة هادي نضبلو لعنك نخدمو على جوج ديال الشعرات بنسبة الفطلة نضبلو لنخيط نخرج هنا في هذه النقطة بالإبرة كما تروني نضبلو لنسبة لنحبك كما ترون سنقوم بإبرة ونبدأك نحبك يعني هذا العمود أو الحبكة نضيّرها يعني هنا بالطرف ونحاول نهز يعني جميع الشعيرات التي عندي ديال الحرير ونحبك نحبك يأتي منطادم ويأتي منطقوق يعني نفس الزيار من البداية لكي لا يأتي مرخوف أو مهرس يعني من الواسط ونحبك 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 ونرى فعبا يعني منطقوق يعني منطقوق ونحبك 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 فهذا العامود نجب الفطلة لكي يأتي واقف في العرض الخدمة ندخل الإبرة من هذه النقطة ونخرج في النقطة المقابلة لهذا العامود ونقوم بعمل السهم أو البلغة للحبيك سنقوم بسطة الحصيرة من هذا الاتجاه للتحت لأن الخيط لديه الفوق سنقوم بجهة مقابلة للتحت كما ترونه سنقوم بحال هذا الشكل ونرجع إلى هذه النقطة وكذلك سنقوم بعمل الخيط للمرة الثانية لكي يأتي الحبيكة باين في الخدمة كما قلت لكم لأننا سنقوم بعمل الشعرات بعد أن نقوم بعمل السهم كما ترونه ومن ثم نحبك نحز جميع الشعرات ونحبك هذا السهم إلى النهاية لدي الخيط يعني الواسط نفس الشيء يعني ما نزير الحبيك في الأول ونرخفه في الواسط بشي يجيني هات الخيط يعني واقف في الخدمة ما يجيش مرخوف أو عوج يعني في الواسط كما كتشوفه فاش نعمر الحبيك كنجبده الواسط كذلك نجيبه هذا الشيء مقابل نفس الشيء أول حبك نزيرها هنا كما كتشوفوا الراسة هات السهم هذا نحبك يعني هات الخيط كذلك نفس الشيء حبيك يجي منتادم ومنتقوق في الخدمة ومنتقوق مقابل يعني فشوفوا الواسط يتحرك آخر وكذلك سوف نجد هنا الحبيك ديالي يعني في الآخر كما ترونه سوف يأتي بحل مطلط يعني متساوي للأضلع سوف نرجع هنا بالإبرة يعني الضهر ديال الخدمة سوف نذهب بهذا الخيط يعني في هذه الثانية اللي عندي هنا لها الجهة يعني اللي عندي هنا الزواق التحت وسوف نخدم نفس الشيء وسوف نخدم كذلك بلغة باش ما نزيدوش نطولو الفيديو أكتر أنا غدي نخدمو وسوف نرجع معاكم أنا رجعت معاكم السبعين بعد ما خدمت الخطوة الأخيرة اللي هي العامود وهذا السهم المقابل يعني في جواني برشما كما هذا اللي خدمت معاكم ربحان الوقت هذا هو الشكل ديال الزواق ديالنا كيفاش كي يجي دابا غدي ناخدو اللون المغاير اللي غدي نزوقو به يعني مكملو به الخدمة ديالنا كما كتشوفو اللون أصفر دهابي دابا بعد ما تبت الفتلة ديالي هنا في الظهر ديال الخدمة غدي نجي لهذه النقطة يعني فوق هذا السهم اللي درنا الأول كما كتشوفو هنا يعني هنجي لهذه الدقة ديالتو ونخرج هنا يعني الإبرة بهذه الشكل ونخدمه السهم اللي غيجي فوق هذا يعني باللون المغاير كما الصورة ديال الموديل نجيز هنا يعني لهذه الغرزة اللي عندي في الوسط ديال الحصيرة ونهزها يعني بهذه الاتجاه كما كتلكم باش مجيناش السهم مفروق يعني من الوسط ونرجع هنا لهذه النقطة كذلك نرجع إلى نفس النقطة هنا مقابلة كذلك يعني نضبل الخيط ديالي نفس الشيء اللي ترسم معكم هنا يعني في السهم اللي خدمتنا وياكم يعني نرجع نصف الغرزة يعني غني نهزها بالإبرة بهذه الشكل بعد ما دوبلت يعني الخيط ديالي للمرة الثانية 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 سنبدأ نحبك عادي أول حبكة نزيرها للجانب ونحاول نهز الشعيرات كلها في الحبيك حاولوا ما أمكن في الحبيك يأتي منتقوق ومنتظم يعني لكي لا يأتي يعني السهم أو البلغة مرخوفة كما قلت لكم أو عوجة كما ترون بعد وما أمرت بالحبيك نجروا الواسط كما ترون في هذا الشكل سنجد هنا الجهة المقابلة ونحبك أول حبكة ونجبدها كما ترون هنا الواسط لكي تجبد لي يعني العمود الأول ونجد نص العبار في الواسط عندهم نص المسافة ونحبك المسافة ونحبك الجهة المقابلة ونحبك كما ترون الأسهم يأتي فوق بدياتهم ونجد مسافة أو فارة كبيرة لكي يأتي ونجد المسافة مع بدياتهم كما ترون كما ترون كما ترون حبيثي أحاول نشيء أشيء من الأول بعد ما نعمر الآخر كما ترون كما ترون نجبد الزف ونعود في نفس النقطة للطهر الخدمة وكذلك نفس الأخرى في اللون يعني بياسة سنقوم بالخيط في الثانية من الداخل يعني من الداخل كما ترون إلى الجهة تحتانية كما ترون كما ترون الزف ونقوم بالخيط هنا في الثانية كما ترون هنا هنا نفس ما ترون معكم أنا رجعت معكم متسبعين كما ترون بعد مسألة السهم باللون المغاير في الجهة المقابلة يعني اللي خدمنا أنا وياكم هذا هو الشكل النهائي للزواق لأن شكل جميل جدا وآنيق وفي نفس الوقت شي حاجة راقية ومميازة وخفيفة خدمة صيفية يعني ممكن تستفيد منها يعني في هذا الفصل إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش الدعموه بجيم وبالبرتاج فضلا وليس أمرا وما تنسونا تعليقكم ودعواتكم وكلامكم الطيب ربي جزيكم بكل خير كنرحب بالآداء الجدد اللي تحقوا بنا في القناة وكنتمنى لهم التوفيق والنجاح وليما تشتركش معنا في القناة كنتمنى يشترك معنا باش تزيد تكبر العائلة دياننا أكثر فأكثر ووصلنا النهاية إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع المال المزهير وأعمال مميازة كما عودناكم دائما اشتركوا في القناة